و لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الستيديو الخبير في شؤون البرلمانية الأستاذ عبداللطيف راضي أستاذ عبداللطيف أهلا بك معنا بداية حدثنا عن تاريخ حل مجالس الأمة السابقة وصولا إلى اليوم يعني بالبداية كان الحل الأول هو عام 1976 لمجلس الأمة المنتقب في عام 1975 اللافت في هذا الحل أنه كان بسبب أسباب حددت له فيه استغلال العمل البرلماني لأقراض شخصية وبعض الأمور التي تصادمت فيها السلطتين في هذا الخصوص ولافت في هذا الأمر أن هذا المجلس أيضا الذي حل في عام 1976 حل أثناء العطلة البرلمانية أيضا وهو السابقة الأولى والآن هي السابقة الثانية فهذا الحل كان بعد شهر ونصف من هذا من انتهاء دور الإنعقاد على أن يهتم الإنعقاد لدور الإنعقاد الآخر ولكن صدر الحل قبل بداية دور الإنعقاد في عام 1985 أيضا كان حل مجلس الأمة مجلس 85 حول عام 1986 وكان بسبب الأوضاع أيضا الإقليمية والحرب الإيرانية العراقية وبعض ظهور التكتلات والأحزاب وحالة تشتيت أو تمزيق المجتمع كان هناك مخوف على الوحدة الوطنية وصدرت مراسم يكون مرتبط في الحلين السابقين في عملية تعطيل بعض مواد الدستور وهذا كان في المجلس 75 ومجلس 85 كان حل في عام 1996 كان حل المجلس أيضا في عام 1999 بعد ثلاث سنوات من المجلس وكان بسبب التعس في استخدام الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافات الغيام وخلاق المجتمع الأصيلة كان المجلس المنتخب في عام 2003 حل أيضا في 2006 بسبب تشتت الرأي وانقسامه وداخل المجلس وتقاثف الاتهامات بين أعضائه لأمور مختلفة وغير مجدية أدت إلى تعطيل أعمال البرلمان وإثارة الفتن وابتعاد أيضا كان المجلس المنتخب في عام 2006 حل في عام 2008 وكان الأسباب هي تتعلق في حماية الوحدة الوطنية باعتبارها السيادة للمواطنين وكذلك مظاهر الانحراف والتجاوزات أيضا في حدثت على الجانب من الحدود الدستورية المستقر الواجب الاتباع بين السلطات الدولة في هذا الجانب بقى الحل عام 2009 فيما يتعلق بمجلس 2008 كان بسبب عدم التقيد بما نصت عليه حكام المحكمة الدستورية في شأن استخدام الأدوات الدستورية و أيضا كان الآخر حل هو بحل مجلس 2009 و الذي كانت أسبابه تعثر مسيرة الإنجاز و المصالح في هذا الجانب يعني أنه لا نتطرق إلى مسألة الإبطال لبعض المجالس نتطرق لها بعد قليل أستاذ عبدالطيف ما هي الأجراءات القانونية و الدستورية الواجبة من رفع كتاب الحكومة وصولا ليوم الانتخابات طبعا الحكومة هي ترفع مشروع مرسوم الحل الذي سمو الأمير و الذي توقيع عليه بعد موافقة سمو الأمير و بفق ما يرتراه الإرادة الأميرية في هذا الخصوص و حسب الأسباب التي يتبين فيها من قلال مرسوم الحل إذا صدر مرسوم الحل و وقع أيضا يكون هناك الدعوة لانتخاب المجلس الجديد قلال شهرين فإذا لم يتم انتخاب المجلس يدعى المجلس السابق المنحل للإنعقاد لحين انتخاب المجلس الجديد ولكن أيضا يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في مدة أقل من شهر يعني إذا كان هناك متاح فرصة للمرشحين لإبداء أراهم خلال مدة شهر من تاريخ صدر مرسوم الدعوة للانتخاب أستاذ عبدالطيف هل يمكن القول بأن هذا الحل جاء بتوافق السلطتين بلا شك يعني عملية الحل له أسبابه شفنا بعض الأسباب التي تتعلق بالحلمية تتعلق في الأوضاع الأقليمية والتحديات في المنطقة وما تشهد بعض الجوانب تتعلق في الأمور الخارجية وتأثيراتها وانعكاساتها داخليا ومحليا إذن كان هناك رغبة في أن تكون هناك عودة للشارع لأن يكون هناك أيضا مجلس يتم الأخذ في وجهاته باعتبار أن هناك تكامل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أيضا كان هناك أيضا عملية تعاون مسبق أيضا موجود بين مجلس الأمة والحكومة وفي شأن العديد من عملية التشريع والرقابة وكان هناك نوع النجاح شفنا أيضا الجلسات التي عقدت في مجلس الحالي كان هناك إنجاز لـ 113 قانون في هذا المجلس قانون عام بالإضافة لـ 390 قانون وميزانياته ملحقة إذن كان هناك إنجاز حتى في المجلسة نتكلم عن هذه الأمور أستاذ عبدالطيف لكن السؤال هنا ظهرت بعض الآراء التي ترى أن الحل الحالي للمجلس هو حل غير دستوري لأنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب مرتين متعاقبتين كما تفضلت مجلس 2009 كيف ترى ذلك؟ شوف بغض النظر عن ما ترح هذا الأمر غير صحيح إذن نظرنا إلى أن المادة 107 فيما شأن جواز حل مجلس الأمة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد هي نص لم يحدد أو يقيد هذا الحل بأسباب معينة ولكن ترك الأمر الخيار لسموه الأمير وأن كان حدد ميعاد الشهرين للدعوة للانتخابات وأن لا يتم حل المجلس إذا ما نظرنا إلى الأسباب المجلس الحالي هي أسباب لم تحدث في المجلس السابق الذي أبطل من قبل المحكمة الدستورية سواء مجلس المنتقب في ديسمبر 2012 المبطل الثاني أو إذا ما نظرنا إلى أسباب حل مجلس 2009 كان الحل الثاني له بسبب تعذر انعقاد الجلسات بسبب عدم حضور النواب وعدم اكتبات النصاب لأكثر من جلسة وبالتالي تعذر وقد أدى إلى سلل في العملية البرلمانية إذن الأسباب التي قامت عليها مرسوم الحل الحالي هي أسباب لم تحدث في المجالس السابقة ولكن أيضا إذا ما نظرنا إلى حكم المحكمة الدستورية عام 2012 الذي صدر في 20 يونيو 2012 تكلم عن حق حل مجلس الأمة أيضا حل مجلس الأمة لا نربطه دائما في أن يكون هناك صراع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أو صراع نيابي نيابي في كتل النيابية أو نتيجة استجوابات معينة ولكن هو حل متاح لحضرة صاحب السمو أمير البلاد أيضا المحكمة الدستورية أشارت إلى أن ذلك الحل قد تكون أسبابه إثر خلاف بين الحكومة و مجلس الأمة أو إذا اقتل التناسب والانسجاب بميدهما أو إذا اقتضت له ضرورة إذا هذا واضح أن حكم المحكمة الدستورية في هذا الخصوص نعم أستاذ عبداللطيف راضي الباحث في الشؤون البرلمانية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر